السلام عليكم ويجي عند عيال عمي بالرياضة وفي ما يخلي أحد أنا أشهد وبعدين إلى زهم ما يطول بالمكان واشلونكم طيبين بخير فمال الله بس تبت سؤال معه ما يطيك فرصة بس ما ينقطع نعم يسأل يجي يجي وكان من أول الله يذكره بالخير يجي لمي في المنازل صلي عندي روح أنا وياه سواء روح أنا وياه لأمناسبات شي كذا يومنا على نشاطه ومعرفتي معه هنا وين عرفه وانا صغير من أكثر من خمسين سنة الله مستعان العز شبابه يومنا شباب تكحينها في السوق عرفه يجي عند أبوي في الدكان ويجي عند التجار ويعرفونه ويثقون فيه وشاعر محاورة وشاعر محاورة وشاعر رد الله الله فأقول لك يزور يزور آخر أيام من ديل الفهيد نعم فمن ديل الفهيد الله يرحمه عاجز ما يقوي بس له نظام عقب صلاة العصر يقعد لكن الاجهة خمس وين قبل يذن فترة حاطي للطريق وممسك يروح للمسجد مسجد قبال بيته وصلي المغرب والعشاء ما يطرع يقعد ما يطرع من المسجد ما يطرع الله يرحمه مرة نصلي مبطن ما شافني وجيت أسلم عليها المغرب في يوم صلينا المغرب صليت المغرب معه من قريبة من بيتي وجي وسلم عليه هو قاعد مد رجله قال سلم علي بالمسجد يعني يعني وراك ما جيت إلى البيت والله قلت يا عمنا ترى قلت اني مسافر توي جاي ويعني يوم من الشفقة جيت وانا شاء الله على جيتي إلى البيت أبشر الله يغفر يحب العالم يحب الناس يجون لجين عنده وله المجلس الأدب يشعر وقصيد وصوالف طبعا هو شاعر وراوي ايه يألف عشرة كتب كلها من آدابنا الشعبية اللي مألفها من ديل ايه الله يغفر له يا رحمه فعاد ابن عويس زارا هم الأثنين اين ويوم طلع قال تزهد من الدنيا إلى شفت من ديل وسعود ابن عبدالعزيز العصيمي الله يغفر يعني سعود ما يدري ان بيته يغنى ان اسمه يغنى الى الحين على وزن وسعود ابن عبدالعزيز العصيمي تزهد من الدنيا إلى شفت من ديل وسعود ابن عبدالعزيز العصيمي جاب الثلاثي جاب الثلاثي فشعر بن عويس أكثر في إعلاج القضايا الاجتماعية يعالج القضايا الاجتماعية دائما شاعر الاجتماع وناقد وكان له زاوية في مجلة اليمامة يكتبها راشد بن جعيثن دائما يطلع له قصيد يطلع له يعالج شيء حتى عن المرور مرة يعني حتى عن أي شيء يشوفه قدامه هو مسمينه شاعر اليمامة هذا الراشد بن جعيثن دائما يكتب شاعر اليمامة الله الله ويستاهل أبو خالد نعمة من الله هالخطوط السريع يعني الطرق هذي يقولها قصيدة لها هذا مطلعها وكثير كثير كله يعالج فيها القضايا الاجتماعية أكثر شيء يعالج فيها القضايا الاجتماعية عاد شيء ينشر وشيء كذا الخبر يصير عليه بعض الملاحظة صح اللي ما ينتشر بالعلام ينتشر بين الناس أو بالجرائد أو كذا أين إيش قال فيه خلني أكود أني أذكرها لها أبيات في النقل أجل أجل وشرايب نطلع فاصل ونرجع طيب الله يقويك اسلامي ابو خالد هذي حدثي العاية دي يمشي معه مسخرت الله القوارس فمن قصيدة هالقصيدة يقول فيها قال لو تصيح وقلت من حقي يصيح أبتي على فتان لو ما بتاني أطوح بصوتي مع السوق تطويح بل حيلة حتى صابعي وسط ذاني لو جال دمعي من نظيري تسافيح من ناظري دلة يفورف وراني لا دم دمع العين لا دم لا قيح متلوث ماينعرف مش بهاني لو تجرح عيوني من الدمع تجريح عذري معي حبيت لي مو دماني لمحة وذبح لادمي بالتلاميح أشد من ضرب الفشق والسناني الفاترات الفاتنات الذوابيح منهن سبب تهييضتي وهيجاني منهن عناي وعلتي والسواميح ونحول جسمي وازديادة متحاني حب الحبيب شرح القلب تشريح شرحة قماش مقطع مربحاني أحوه لو حبه أحوه حبه جوح القلب تجويح خلاه خط مثل خط ظهراني تمشي بها العالم وفوده مراويح أمر كتب لي في جبيني وجاني على طريز الزين أبا قوم وطيح كوده لمر امتعدي وطاني كود قلبي يجدع الهم ويريح وسعد ولو مقدار عشرة ثواني يا ليت ليتي ريح والطف من الريح ألاطفه محدن بعينه يراني أوليتني طير انكفخ بلا جانيح واختار قصره عن جميع المباني أقع على الجدران وللمصابيح ياثق بيا الزاير وراع المكاني ويقال ما لا الطير شف وشوا بيح طير مع اللبة يطير طيراني عن منزله ما والله هنزح ولا زيح لو كان سيود راس ما منهماني أخشى يجي للزند كشحه تجديح واقع ضحية غاش من مجهلاني سبده تفوح منطناها تفاويح مره على سبده يطيش طيشاني مجروح مقرود ذليل التساميح ما ينزرب وقت الغضب تمتماني جاهل يحسب الحب نفض المسابيح والخومرة بل عائر اللوذاني ما يدري انه فاتكم بالتحطيح ذوب قلوب العاش الزين اذوباني ماذاك حب الزين سيد المماليح ولح ظن فوق الذراع احتضاني كفوا كفاها الله شر المشافيح سود القلوب مدحرجين العياني شهبان لهبان الوجيح المتاليح عن داعي الله ينفرون مفراني نقحت ما قلته من القول تنزيح أخ شايقال بهالكلام امتداني وصرحت في حبي مع الناس تصريح الله يكيد من سودات البناني هل الله هذه قصيدة صح حلساني وصح حلساني كانت يا القريب صح بدنك فأقولك هذه من القصيدة الغزلية اللي هو يختار فيها القوافل وهذه الحقيقة قصيدة عصمة يعني شون مشت معه وها على المشد تعجب ما أنت بلاقي شيئا نعم أجلبي نطلع أبو خالد فاصل ونرجع نكمل كلاما ما خالف يقول ياما حلا ونفاح بالمدخنة طيب الله الله وكانت علومه للعلومة الجميلة الله الله الطيب يقدم للطيب اللي يمثلكه شرواك الله شرواك الطيب طيب الله نرقويش وبعدين المدخنة تحط بالك لها لأن فيها قمور والقمور ذي تنتف الشماغ بعض المرات الله الله يفتحط بالك لها وتهيقتذى ومن تهيقتذى وتشمي والطيب شمي نبي نرجع لابن عويس سليمان العويس الشاعر الكبير أسلم سليمان زارني هو يخاله النداوي أيها عبد الرحمن عبد الرحمن النداوي الله يرحم أبو سليمان أي الراوي والشاعر الراوي المشهور معروف نعم في تاريخ أربعة أربعة ألف وثلاثمائة واحدة وتسعين واحدة وتسعين أنا في البيت والله المستعد وقال لأ يعني أنا أعزهم قلت تجون لمي الليلة قبل أخير وفعلا جو أي كان نيتي يعني أسجل منه قصيد أسجل من سليمان قصيد وجاب خاله معه والعندي مسجل ريل لك أبو مكار ومستعاء ومن ضمن الأشي اللي سجلتها ليه قصيدة غزلية بعد بعلم كيف لسليمان أي ثاني غير هذه أي يقول فيها يقول ما سويت وانشيت زيفان عندي على نظم القوافي جدارة أبنى المعان بظامري أبنى المعان بظامري بني جدران كلين على قده يصير فتكارة عدلتهن لينيت فانتق الظلعان أصغر بيوتي ناب ينتق القارة كافو وشا بيقال أبي إلى عرضة على رجال النذهان كلين بها صدر نتيجة قرارة أحد يقول البيت وافي ومليان وأحد يقول البيت نقل خسارة يظهر من المجموع للشعر ميزان بارع بخيصم بلت قاطع العبارة يقول كفو هرجكم ما لكم شان متقصنا المعنى يعصره عصارة ونتلمس عاطفة كل عشقان ولا الهوالي وقت رامي نشعاره الحاصل إن الشيب في لحي تيبان سكب بياضة عقب هاك السمارة عشر وعشر مع عشر ضبطن بحسبان وعشر وثمانن كاملاتن جبارة من بعدهن جنبت صزرات الأعيان وهن علي اليوم صارننمارة لا نظرني قالنا العود كحيان خلوه يذلف جعلها الله وداره جشعات بشعات ولا فيه نحسان عود سبير وجادعات وقارة عند المخنفس ينز من تقل حيران عليه الصارن دارة خلف داره ليت الشباب يعود في وقته الآن آخذ وخلي مثل راعة تجارة أناظر الغزلان وصيد مازان أندر من خيارة جميلة خيارة الله الله هذه من قصايدة اللي قالها هو في الشباب شوفها يقول ذاسر عمره يوم يقولها عشر وعشر مع عشر ضبطا بحسبان وعشر وثمانن كاملاتنا جبارة ثمان وربعين يوم يقولها هو بثمان وربعين الله المستعان صح لسانه صح لسانك أنت يا القريب الله سلمك يبارك فيك عز الله وابن حويس سبحان الله العظيم له أبيات فردية يجيبها مرة جينانا ويا طالعين من صلاة الجمعة ولهك الواحد يبيع طماط من اللي يحرجون جاي أبيعشرين قلت يا بو خالد ترى هذا الطماط علوه الزين ولا أسفله مهناش يوم دخل الصبع ويلقى فعلا مار تهف في الصبعه بالطمع قال عادون قلت ها أخذته قال لا تركته وعلمته الراعي المبسط قلت الزين ما ودك تحطه مع الشين يقوله لهو ايه يقوله قال الزين ما ودك تحطه مع الشين ودك تخلي كل شي الحالة بيت شعر ووتني يسول فيه يعني عنده استطاعة يوظف الكلمات شوف حين حاطنا الاسم سعود بن عبد العزيزة العصيم تزهد من الدنيا إلا شفت منديل وسعود بن عبد العزيزة العصيم الله يوظف الاسمه يجيبها صح ايه نعم عزي الله انك صح ومرت ان يقول في غزلية ثانية منش يقول فيها من يبنوم من هذا البيت من يبنوم اللي تزليل من الليل بس سوله واتلاه والوسط واعي بعد ما اسبقه حد على هذا البيت لكنه ما اخذ حقه من الإعلام ولا اخذ ولا نص حقه سليمان العويس صراحة ما يطيع قليل ما له الهتمام لا لا هو يزمل يخاف يغلط وخاف كذا وياخذ الحماس عزي الله انه مو بسيط وبالمحاورة ذي كليا مع حمد الناصر يرد زين نشهد عزي الله والله انها حلقة زينة عن شاعر أنا حبني علم 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 والله يعطيك العافية ابو خالد عزي الله ما قصرت ساعة مباركة